يعني عايز سقالك سؤال بالنسبة للدوري منتز بعد تلت اسبوع شايف مين ممكن ياخد الدوري بعد الشكل انت شفته بالنسبة للاكبر فرقتين الاهل والزمالك. لا لسه بدري. لسه بدري بس بالشكل ده اعتقد ان لو فضريرا فضل مصمم على العناد وعلى طريقة لعبه وعلى اللعبة اللي مصمم اللعبة دي. اعتقد ان هو مش يخش مربع زهن. قلنا الكلام ده السنة الفاتت واخدت بطولة. بس البطولة السنة الفاتت حاجة والسنة دي حاجة. فيه زروف سالة السنة الفاتت. فيه اتحفظ. مم. والحظ باعد عنه. مم. وطريقة اللعب باعد معروفة لأي حد. انت بتلعب بتلاتة ليه في المطشاط الصعبة والمطشاط اللي هي الخفيفة. مم. فهو خلاص حفظ ومش عايز يغير من طريقة الحفز بتاعته. مم. في لعيبة ما تلعبش بيلعبها. مم. يعني برضو في لعيب زي سيد نمار ده يعني انت انت اللي كانت عليه انت اللي خليت مصابقة كده. لان الراجل اللي طلع طلعه. كان يبقى احسن باكرايد في مصر. وكان زيانه فيه بنقول عليه في منطقة مصر. مم. ولكن السبب في عدم اندماء منطقة مصر وابريدة. يبقى انت بتقولي كابتا ان المنافسة في الفترة اللي جاية في الدوري هتكون ما بيننا ديين. ده لسه محدش واضح الملامح. اه القالي تسعة بنته. اه. وزي مالك مش عارف سبعة بنته. ومعرفة. وبرامدز لسه تلاتة بنت ولا اثناء. بص كل الكلام ده. انت عارف يعني اه اسوء حاجة ان الدوري كان بادئ جامد. توقف قصد. اه فالتوقف اللي جي ده انت عارف همدك. وهمت فرق. يعني انت مسلا فيه فرق كتمائل الاتحاد. المحلة. فممكن ييجي بعد التوقف يجعلهم بالسلب. وده بيحصل على طول عفك. ده يجي بالسلب. ليه? ان خلاص هم عايشوا ان هم قاعدوا وعملوا وخلصوا الموسم. في التلات ماتشات اللي فات الدوري. فعبال ما يرجع بقى ويكون ضامن وفيه ثقة بالكلام ده. ماتش في ماتش هتبسط ليه دخل في ايه? اه. فاحنا بنقول ايه? ان لو كان مسلا ست سبع ماتشات تتلعب منهم الدوري. اعتقد. كان كل الفرق حتى لو الدوري توقف بعد كده شهر. كل الفرق كانت هتحافز على المستوى اللي وصل له. ثم المكان اللي هو وصل لها. فاعمك اوه. واخد بالك. انما دلوقتي انت يعني زي ما بيقوله كده. تلات اسابيع بس. تلات اسابيع وملحقتش. يعني انت عارف الدوري كان بادئ حلو قوي على فكرة. وماتشات وتحكيم وكلاتن بيرجي ما عارفش بيعيد. سواء التالت الزمانيك بيخسر نقط. واخد بالك. فالدنيا كنا عايزين كمان تات اربع اسابيع. تحس بحلوة الدور. ترجمة نانسي قنقر